بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وعلى كل آل البيت صلاة وسلاما دائما من يومنا هذا إلى يوم الدين درسنا لهذا اليوم سيكون على أيش؟ على التطاول على آل بيت رسول الله التطاول يعني أن بعض اليمنيين يبسروا أنفسهم أكبر وأطرى أطهر وأشرف من بني عاشم وأفضل من الحسن والحسين وما يتفقد الله وما يتفقد الله وقدو يلبس زناه وصماطة جديد وغالية ومعه بيت أحسن مننا ومعه سيارة أحسن مننا وبعضهم من القصات المشركين والعياذ بالله يتفاخر ببقايا أعمدة في مهرب أو نقوش مخربشة فوق الحجرة ويسمونها حضارة حضارة أيش يا بني أه عيب وبعضهم يتفاخر و تقول انجده و ينتصب لها جده يقول انجدها الحميرين والسبئيين وهم كفار كفار المفروض مع بشتعي نقول له جدا والسبئيين ولا سبئيين لا أصلنا مع أصلنا فا يا ربي صلى الله على البيت لا تقول لي أصلنا مدري كيف ولا فصلنا مدري لا خلص ما عد ما نشنفع احنا و اجب مشاكل لا تقول لي حميريين ولا زدتي ولا آل البيت منها أنا أنا بدأ صفحة جديدة من آل البيت هو تاريخنا لو ما بش آل البيت ما فيش إسلام ولا بها أنتوا أصلا أنتوا كنتوا أشكنتوا قبل الإسلام ولا شيء إذن خلاص حتى ذورت 26 سبتمبر ذي قامت على البيت الحمد لله أن احنا تخلطنا منهم ذورت 21 سبتمبر ومعنا تصال السلام عليكم يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله من معي معك أحمد من الصنعاء القديمة أحمد من؟ أحمد الشامي حيا يا سيد أحمد قد تصلت لنا من قبل ولا عدا أول مرة؟ أول مرة يلا ما هو اتصال لكم؟ أقول لك لقينا مخطوطات قديمة عندنا في في بيتنا في صنعاء القديمة مهم يقولوا فيها خطبس ندحم يلي مهم ايش رايك؟ احرقوها احرقوها نقدر نبيع أهل إسرائيليين ولا تبيع أهل أحد أحرق أبوها ولا تبقيه ثرت هذا حرام كفر قل لك مخطوطات حتى لو فيها علم حتى لو فيها علم حرقها معنا اتصال؟ أهلو السلام عليكم أهلو عليكم السلام من معي؟ عندي سؤال يا سيدي من معي؟ من معي؟ معك محمد 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 من؟ الشامي قل لكم عيال الشامي اليوم يلا تفضل لا لا تفضل يا سيدي عندي سؤال ابن جارة أنا أرجع من السويد وقدو دكتور Pvd لرس في الجامعة اهم ومعه büyük سيارة حالية وأنا كنت نلعب ناو المنخ commission ولو قيمة حسن مني وأنا المشرف على الحارة حقهم كلها ما رأيك يا سيدي كيفي قعبة؟ خليهم رافق معك بس يا سيدي معاي رضاش خلاص حبس أبو بس يا سيدي ما بش وما بشعله ولا أي مخالفة ولا أي طريقة إنا كذا 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 كداري بالخطط حقنا كيف نفعل كيف نسو إنا كيفي هي هنجم ومشو من آلة البيت ما ينفعش يا ابنين إنا أنت ترطر 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 تشوف منكر بعينك وما يتغيره حبس لي فعل ليه طريقة من هكذا من حقنا الطرق الحلوة المشكلة المشكلة إنه مسكين ما بله يسرح وظيفته ويرجع للبيت والمسجد الله ينتقمك وينتقم بي أنا أنت بتفهمني قلنا لك ما ينفع انت يخف عليك حركة ويحبس أبوه وتخلق جحر الحما هكذا بتنفع ما ينفع اللي تكون أنت الأفضل وأنت الأصل وأنت الفصل وأنت كل شي طيب وليه همك يا سيدي معانا معانا اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا يا شيخ معاك يا سليمان البيض حياك الله يا سليمان تفضل يا سيدي تفضل أخي يدرسوني إحنا بالجامعة للحضارات القديمة أنت هذا الحم من تعز ولا ملينا إذا أنت من تعز قفلنا لا من حضر موت بيت البيض أهلا وسهلا حياك الله يا سيدي حيا تفضل أهلا مهم يا سيدي أهلا شي درسوني بالجامعة حضارات قديمة وفي يمنه أهلا بعد ذلك لقينا الحضارة حضارة سبا وقولوا حضارة يمنية وعاصمتها كانت مارب وموضوع طويل يعني يا أخي أي حضارة وينضلي وينمارب وينجدتي الحضارة الحقيقية هي حب آل البيت الحضارة الحقيقية هي آل البيت والتبرك بهم أما الخريط والخربشة والجن والعبارت ماتوا هذه من أعمال الكفر والمشركي طيب يا سيدي بس حضارتهم هذه مذكورة في القرآن سبا والملكة بالجيش يا اخي أنتم بتفسلوا القرآن خضع سبا.. سبي.. سبي آلا.. السبي.. هل سبي له لا اي واحد يجي كث أما هذي قالوا الجنتين الجنتين معنى معروف عندنا هي الحسن و الحسين بس هؤوم يفاصلوا القرآن ما بش معاهم غارين قرآن يفسر لهم أما احنا موجودون فى القرآن والله يا شيخ ماشي ماشي لقينا ذكر لنا يعني كاال البيت ماشي لقينا ذكر لنا يعني قصتك ما في دليل ايه ماشي الا في يعني يَا أَلَى بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمُ أَلَّهُ فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ يعني أنا بردي من رأسي أنا أقول للناس كلهم افهموا هذا اللي يشكك في البيت في النار اقتله وبس وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته